موسيقى السلام عليكم هواوي قدمت في العام 2015 هاتف فعلا مميزة الشركة بدأت تبدع بشكل كبير وتظهر في السوق العالمي بشكل أسرع مما كنا نتصور قدمت الميتس هاتف بثماكة ممتازة لكن شعره محبين ميت 7 تحديم بخيبة الأمل لأنه كانت تدور خليفة الميت 7 واللي حقق نجاح كبير جدا لشركة هواوي على أقل في السوق السعودي بسبب حجم الشاشة جاءت تصني وشريحتين وبطارية كانت مدهلة جدا لكن هواوي ما قدرت أنه تصبر وكشفت عن الهاتف المحمول ميت 8 واللي أقدر أقول لك أنه فعلا خليفة الميت 7 حصل على تحسينات جدا ملحوظة وعالج بعض المشاكل اللي كانت موجودة فيه سلسلة هواوي الهاتف راح يتم الكشف عنه إن شاء الله تقريبا بعد ثلاثة بيه أو في موتو مر سي اس لعام 2016 واللي راح تتكلم فيه هواوي عن موعد السعر والأسعار الخاصة به هذا الهاتف للسوق العالمي طبعا الهاتف تمنى لأنه فيه السوق الصيني بعد من الأسعار تبدأ من 480 إلى 700 دولار مهيكي وعلى حسب النسخة اللي راح تأخذها راح تأخذ الساعة محددة وذاكرة شوائية أيضا محددة نسخة اللي أمامكم هنا 64 جيجا بايت بذاكرة شوائية 4 جيجا بايت عندك 3 جيجا بايت لكن 32 و 128 جيجا بايت بذاكرة شوائية 4 جيجا بايت حتى أنهم قالوا فيه نسخة حصرية أو محدودة الاسطار فعموما عندك الألوان برضو الأساسية اللي تعودنا عليها من هواوي لكن أضاف اللون البني واللي كان فعلا حاولت أني أدوره عشان أخذ هذا اللون لكن للأسف ما رقيت اللون الذهبي طيب خلونا نتكلم عن هذا الهاتف والبداية مع الصندوق ومحتويات الصندوق إذا تبق أنك اشتريت الميتس أو الميتس 7 تحديدا فالصندوق فخم جدا يحسس أو شركة تحسك أنك ما أخذ شيء جدا فخم طبعا هذه النسخة أتوقع أنها نسخة بريميوم لأنه لقيت الجراب الذكي هذا هو الجراب الذكي وليعطيك نافذة ممكن تتحكم بعض الوظائف بشكل سريع من دون ما تحتاج أنه تفتح الغطاء الخاص بهذا الجراب رح تلقى برضو عدد من الأسلاك من ضمنها سماعة الأذن وأيضا سلك المايكرو سبي يوسبي وأيضا شاحن يدعم تقنية الشحن السريع نتكلم عن التصميم وجودة التصنيع فالهاتف يشبهه بشكل كبير ما هو موجود فيه الميت اس والميت سبين الهاتف يأتي بسماكة ممتازة 7.9 بيلي متر أنا من الأشخاص اللي ما أحب أنه شركات تبالغ في موضوع السماكة فالسماكة جدا جدا ممتازة 185 جرام الوزن طبعا ليس الأقل وزنا مقارنة بعد من الهاتف اللي تأتي بمقاس 6 إنش لكن رح تأخذ جود تصنيع عالية وهذا الشي اللي أنا متفق معهم أنه جود تصنيع هنا ممتازة التصميم زي ما ذكرت لكم مزيج ما بين الميت اس وأيضا ما بين الميت سبين مقوس من جاي خلفية فبالتالي عملية انساك الهاتف المحمول رح تكون ممتازة مقايس أبعاد هذا الهاتف ممتازة وبسبب تقليص إطار المساحة الخاصة بإطار الشاشة اللي هو 6 إنش فالمقايس أبعاده جايب نفس المقايس أبعاده الموجودة في الآيفون 6 اس بلس واللي يملك شاشة بمقاس 5.5 إنش وهذا برضو شيء كويس يعني شوف هذا الشيء بيعجمني في هواوي إنه تقلص من مصاحة إطار الشاشة ما يحتاج إنه تبالغ في موضوع إنه لاجم يكون فيه مساحة كبيرة لإطار الشاشة مثل بعض الشركة بالنسبة للمنافذ والأزرار فمن جهة اليمنى رح تلقى الزر للطاقة وهذا ممتاز برضو من ناحية الإتجابة مع زرية تحكم السواء الصوت ومكانة يسهل أو سهل جدا إنه توصل للمستخدم الهاتف بيد واحدة سماعتين لكن في الحقيقة هي سماعة واحدة والأخرى فقط للمايكروفون مايكرو ويس بي والجهة الأخرى هنا شريحتين لدعم شبكات الجيل الرابع طبعا بإمكانك استبدال الشريحة الثانية بذاكرة خارجية ورفع سائل 128 جيجا بايت منفذ صوت 3.5 مليمتر ومنفذ صغير للمايكروفون الجيل خلفية عندك الكاميرا 16 ميجابيكسل وفلاش LED ملون وتقنية البصمة ومن حين أقول لكم تقنية البصمة ممتازة أفضل هاتف محمول يقدم تقنية البصمة بشكل سريع جدا جدا سريع لمسة وحدة وحتى لو كانت الشاشة مطفأة راح تلقى استجابة جدا جدا سريعة على هذا الهاتف محمول الجهة الأمامية كاميرا بدقة 80 ميجابيكسل سماعة خاصة بين مكالمات وعدد من المستشعرات والأزرار خاصة بالتحكم بالنظام متواجدة على نفس الشاشة وبطارية ضخمة 4000 ميلي إمبار فهذا فيما يخص بالتصميم و جودة التصنيع طبعا الشيء اللي لاحظته مقارنة بالميترز أنه الشكل الكاميرا الخفية صارت دائرية وتقنية البصمة تصميمها نفس تصميم بالضبط الموجود في نيكسس 6P تكلم عن الشاشة الشاشة عندك هنا 1080P طبعا بتقنية IPS LCD و غوريلا جلاس الجيل الرابع و 368 بيكسل لكل إنش طبعا راح تلاحب أنه الشاشة مزودة بدبقة حماية 2.5D و التي توفر لك ثلاثة تامة في تصفح النظام مع طبقة الحماية غوريلا جلاس الجيل الرابع طبعا الشاشة ممتادة من ناحية الإضاءة الألوان وأيضا راح تستمتع بزوايا الرؤية من دون أي مشاكل من أفضل الشاشات اللي تربتها في سلسة هواتف هواوي الألوان تظهر بالشكل الطبيعي ليست مشبعة بنفس ما هو موجود في الميتس وليستستخدم تقنية الأومريد واللي كنت أتمنى أنها تكون بنفس تقنية المستخدمة في الميتس لكن ما في مشاكل في موضوع الشاشة نهائية بإمكانك تصول إلى الأدادات وضب درجة حرارة الألوان وتحكم بعمق الألوان أو أولا أنها تكون الألوان مشبعة فعندك هذا الخيار موجود من خلال قائمة الإعدادة بالنسبة للصوت فعلى رغم أنه هذا الشيء اللي لاحظت أنه على رغم أنه من مكان واحد إلا لما جربت الميتس مع الميت 8 لحظت أن الصوت أعلى بشكل واضح مقارنة ما هو وجود في الميتس الصوت فعلا عالي جدا جدا عالي الرغم أنه من سماعة واحدة بإمكانك استخدام الهاتف محمول مع المهام اليومية واستخدام أقوى الألعاب اللي تطلب رسوميات عالية ما عندك أي مشاكل واحد من المشاكل اللي تم حلها هو مشكلة الألعاب اللي تطلب رسوميات عالية مع هواتف هاوي كانت تسبب سقوط لبعض الفريمات لكن الشيء اللي حلوه اللي سوتها هواوي مع الميت 8 هو استخدام معالج خارق اللي هو كيرن 950 هذا المعالج بثمانية 2.3 جيجا هرت تستخدم أقوى معالج متوفر إلى الآن في سوق الهواتف الذكية بمعالج رسوميات مالي 2.880 عفوا وبذاكرة شوية 4 جيجا بايت وعلى حسب النسخة زي ما ذكرت لكم رح تاخد ساعة محددة وبذاكرة شوية محددة فمع المهام اليومية زي ما ذكرت لكم والفيديهات واطلاق عدم من التطبيقات في وقت واحد ما وجهت فيها أي مشاكل طيب كيف كانت البطارية طبعا الشيء اللي سوت هواوي مع الميت 8 أنه استخدموا شيء اسمه i5 هذا عبارة عن مستشعر يستخدم هذا المستشعر وعدد من المستشعرات الخاصة برياضة وغيرها وأيضا فيما يخص بموضوع تحديد المواقع كلها تعتمد على i5 المستشعر فيقلس من الاعتماد على استخدام CPU أو GPU عموان ما لكم في هذه الأرقام بقيتكلم عن ترجبتي مع هذا الهاتف المحمول خلال 24 ساعة جربت الهاتف وشحنتها من نسبة 100% فصلت عن الشاحن ساعة 6 الصباح كان يستخدم مما بين المحام اليومية إلى المتوسطة وهذا ضمنت صفح انترنيت المواقع الاجتماعية صفح اليوتيوب خد أخذ بعض الصور للحكم على الكاميرا الخلفية جديدة وأقدر أقولك أنه الهاتف صمد معي إلى نهاية اليوم بدون أي مشاكل رجعت البيت تقريبا ساعة 8.5 وكانت نسبة بطارية فيها 20 بي بطارية خورة فيها جدا جدا ممتازة مع الهاتف المحمول الميت 8 طبعا الشيء اللي أبغى برضو أتكلم عنه هو موضوع الكاميرا الخلفية طبعا كاميرات الهواوي الهواتف الخاصة به هواوي ممتازة لكن مقارنة المنافسين لا ترتقي إلى مستوى المنافسين فالي سوى هواوي هاد السنة مع الميت 8 انه رفعت دقة الميجابيكسل إلى 16 ميجابيكسل بدل 13 ميجابيكسل واستخدموا آخر مستشعر من مستشارة سوني اللي هو IMX 298 فتحة العسل 2.0 أو 80P للأسف لا ودود لخيار دقة 4K وتصوير بالحركة البطئية 120 إطار بالثانية بدقة 720P أو استخدام الكاميرا المميجابيكسل 1080P فندما تدخل على الكاميرا تطبيق الكاميرا مشابه لمهو موجود في الميت اس الخيارات جدا بسيطة وواضحة إذا حبيت تأخذ خيارات أكثر فممكن تضغط على هذه الإيقونة فبتصل إلى إعدادات أو وضعيات التصوير بشكل صح All Focus اللي يسمح لك مثلا في أخذ الصورة وبعدين تحديد موضوع Focus وانتبغى Slow Motion وعندك التصوير Professional واللي يوفر لك خيارات احترافية في موضوع يعني مثلا التحكم بعدم من خيارات مثل Auto Focus وأيضا ISO وموازنة الأبيض وغيرها من هذه الأشياء فإذا كنت تحب الاحترافية فهذا الخيار راح يوفر لك أشياء ممتاز في Online Translation هذا ترجمة عن طريق الـ Online أو عن طريق الانترنت لكن للأسف الخيارات جدا محدودة لربما هذه النسخة الصينية ممكن تضاف مع النسخة عالمية لغات أخرى فما أقدر أحكم عليها إلى الآن Slow Motion والPanorama والSuper Night اللي هو في موضوع التصوير في الإضاءة ضعيفة أو في التصوير الليلي فهذه نمازج أو بعض النمازج لصورة ملتقطة من خلال هذا الهاتف المحمول يلي تشاركونا برأيكم في خانة تلقات ألقى الصور ممتازة الألوان حدة التفاصيل وغيرها من درجات تباين يعني كانت ممتازة من خلال صورة التصوير في الإضاءة ضعيفة يحتاجيني أجربها وقت هذه أول تجربة لي من خلال 24 ساعة مع الهاتف المحمول إن شاء الله رح تسوي فيديو واتكلم بشكل كبير عن الكاميرا وهل هي تعتبر الأفضل مقارمتها بعد المنافسين أم لا طبعا إنظام هنا أول هاتف من هواوي يحمل موشن يو آي اللي هو 4.0 وأيضا أول هاتف من هواوي يحمل نظام أندرويد 6.0 المعروف باسم المارشميلو Google Now وغيرها كل شيء مخفي ما رح تلقى كل شيء رح تلقى معدل بطريقة هواوي إدارة المهام بهذه الطريقة وأيضا صفحة مستقلة لنظام التنبيهات وأيضا لأدوات الاتصال برضو لازالت موجودة لكن عندك الخطائص الخاصة بالمارشميلو اللي هي مثلا الاب بيرميشن اللي صلاحيات خاصة بكل تطبيق أو أنه تحكم رؤية تفاصيل أكبر للبطارية فممكن تلقاها هنا للتذكير هذه النسخة الصينية فممكن تتعدل هذه النسخة بشكل كبير لأنه في كثير من التطبيقات الصينية مثبتة مسبقا لازال هناك إمكانية الوصول إلى متجر لاستيماد وقدر تثبت يعني صراحة وقدر تثبت تطبيقات Google من دون أي مشاكل فكانت تجربة جدا جدا بسيطة في عندك بعض الحركات اللي ممكن تسويها مثل ناكل 2.0 اللي ممكن أنه تظهر خصية إطلاق أكثر من تطبيق في نفس الصفحة لكن للأسف مرة أخرى إنها محصورة فقط على خدمات الخاصة بهواوي وأتمنى مع النسخة العالمية أنه يكون في خدمات جوجل مثل يوتيوب وغيرها من هذا الشيء عشان تكون الاستفادة أكبر أو إنه مثلا إذا استخدمت النقل نقل مرتين لإختصورة للشاشة أو رسم حرف معين لإطلاق تطبيق معين لكن هذه الخاصية لا تعمل بشكل غريب لا تعمل معي إلا عن طريق لما تكون الشاشة غارة وهذا برضو شيء غريب صراحة بس هذا فيما يخص بهواوي ميت 8 هذا هو خليفة الميت 7 موغب الميت إذا أجبك الفيديو لا تنسى تضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لا تشاركونا برأيكم قلوا الاشياء التي تبعون أركز عليها مع الفيديو القادم لهذا الهاتف مراجعة الشاملة شاركني برأيك في خانة التهليقات نشوفكم أخير إن شاء الله كام معكم أخوكم ستاينغ احطاني مع السلامة اشتركوا في القناة